اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن كورس دكتور وورد في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية اضافة الحدود الدائرية او الاقواس الى الجداول طبعا العملية تنسيقية وممكن تعطيه طابع جميل الى الجدول لو اردنا ادراج جدول من قائمة ادراج وطبعا جدول مثلا هذا الجدول وليكن بهذا المقدار طيب اذا لاحظ ان هذا الجدول يتكون من حدود مستقيمة وحدود قائمة راح نحول هذه الحدود من مستقيمة او قائمة الى منحنية جيد ممكن مثلا نضيف بعض التنسيقات ممكن نضيف تضليل مثلا سمائي بسيط مثلا بهذا الشكل طيب الان حتى نضيف حدود مقوسة لابد انه نتخلص من هذه الحدود المستقيمة وطبعا حتى نتخلص من الحدود المستقيمة ونحدد الجدول ومن الصفحة الرئيسية نجي بهذا الخيار طبعا نجي الى حدود وتضليل طبعا بهذا الشكل جيد الان راح نتخلص من الحدود الخارجية طبعا نضغط كليك على الحدود الخارجية بهذا الشكل ومن ثم موافق اذا لاحظ انه تم التخلص من الحدود الخارجية الان نجي الى ادراج اشكال نختار هذا الشكل مثلا وطبعا نبدي نرسم الحدود او نرسم شكل يكون بنفس حجم الجدول الان راح نحدد الجدول ومن تنسيق تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة طبعا ننوازن الحجم بحيث يكون بنفس حجم الجدول جيد نجي نحدد الخط هذا هو الخط او الشكل المستطيل وطبعا نصغر الحجم الى ان يكون متناسق بنفس حجم الجدول جيد الان طبعا ممكن من تنسيق المخطط التفصيلي ممكن الى الوزن ممكن طبعا نختار وزن معين ممكن بهذا الشكل وطبعا ايضا ممكن نختار شرط ممكن نختار شكل مثلا خطوط اضافية طبعا ممكن نجي نختار مثلا هذا الخط او ممكن يكون هذا الخط وطبعا ايضا ممكن نختار لون مثلا نختار اي لون مثلا هذا اللون وطبعا نخرج من الشكل اذا لاحظوا انه اصبحتنا جدول جميل وبسيط وطبعا منسق في الحدود الدائرية نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى